القبض على أندروتيد في رومانيا للإشتباه في تورطه في قضايا اغتصاب وإتجار بالبشر قبل البدء فضلنا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدين كذلك لا تنسوا إعجابكم بالمقطع لأن الإعجابات تساعد هذا المحتوى على الانتشار بشكل أكبر وحسب الموقع الإلكتروني Arabian Business القبض على أندروتيد في رومانيا للإشتباه في تورطه في قضايا اغتصاب وإتجار بالبشر وكتب الموقع الإلكتروني Arabian Business اعتقلت السلطات القضائية الرومانية لعب الكيكبوكسينج السابق والشخصية المثيرة للجدل أندروتيد وأخيه تريستان للإشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالاختصاب والإتجار بالبشر وتشكيل عصابة إجرامية منظمة وقال الإدعاء العام الروماني في بيان أن تيد و تريستان سيحتجزان لأربع وعشرون ساعة بالإضافة إلى مشتبهين اثنين آخرين بعد مدهمة أماكن سكنهم في بوخارست وإشتهرته بمواقفه وأقواله التي تحط من قدر النساء وانتقاده الأشخاص الذين يسعون للحصول على العلاج للصحة العقلية ما أدى إلى منعه من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لأكثر من مرة وحضف حساباته على فيسبوك ويوتيوب وتيك توك بعد تصعود المخاوف من إمكانية تأثيره على ملايين من متابعه ومن بين تعليقاته المسيئة أن اللوم يقع بصورة جزئية على النساء إن تعرضنا للاغتصاب وأنهن يعتبرنا ملكية للرجال وعربتيت الذي يلقب بعدو المرأة وقتها عن عدم اكتراثه للقرار وأضف بيان الإدعاء العام الروماني والذي نقلته رويترز يبدو أن المشتبهين الأربعة أسسوا عصابة للجريمة المنظمة بهدف توضيف وإسكان واستغلال النساء من خلال إجبارهن على صنع محتوى إباحي لمشاهدته عبر موقع متخصصة مقابل المال من المفترض أنهم كانوا سيحصلون على مبالغ مالية كبيرة وأشار الإدعاء إلى أن المحققين عثروا على ستة نساء تعرضنا للاستغلال الجنسي من قبل المشتبه بهم وقبل أيام وجهت له النشطة في الدفاع عن البيئة غريتا تامبيرغ انتقادات لادغة بعدما تباه بامتلاكه 33 سيارة بانبعاثات كبيرة وقالت له أعثر على الحياة وهو تعبير يستخدم بالإنجليزية للإهانة بمعنى أن حياتك فارغة فأعثر على شيء مفيد لتفعله وأوضح متحدث بإسم تيت لا يمكننا تقديم أي تفاصيل في الوقت الحالي بشأن التقارير المزعوم عن اعتقاله ومع ذلك فإن أندرو وثريستان تيت يتمتعا بأقصى درجات الاحترام للسلطات الرومانية وسيساعدان دائما بأي طريقة ممكنة ومن لا يعرف من هو أندرو تيت فأندرو تيت عمره 35 عاما يحمل الجنسيتين البريطانية والأمريكية هو لاعب محترف سابق في رياضة الكيكبوكسينج شارك في النسخة البريطانية من برنامج بيك برودر عام 2016 ما منحه الشهرة وجعله مادة مغرية لوسائل إعلام البريطانية أخرج من البرنامج بعدما عرضت صحيفة ضصان البريطانية على المنتجين شارط فيديو له وهو يضرب امرأة بحزام يقول إن الرجال والنساء ليسوا متساويين معتبرا أن على ضحايا الاغتساب تحمل بعض المسؤولية أيضا وهذه هي من أشهر مقولته عن النساء وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية المقطع لا تنسوا للشراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر